باربي، الدمية الأشهر في العالم، هي محط الأنظار في معرض نيويورك للعب الأطفال الذي فتح أبوابه أمام الجمهور هذا الأسبوع، خاصة أنها تكمل عامها الستين هذا العام وقال ريتشارد ديكسون، رئيس شركة ماتل للتصنيع الألعاب ومديرها التنفيذي، إن الاحتفال ببلغ باربي ستين عامة سيكون له شكل مختلف ومميز داخل معرض نيويورك الحالي حيث قامت الشركة بصناعة دما جديدة تعمل في وظائف جديدة، وستظهر باربي في أشكال جديدة منها الأميرة وعروس البحر وغيرها وقال جيم سيلفر المحلل في قطاع صناعة لعب الأطفال، إن الدمية باربي التي يتخطى حجم صناعتها مليار دولار، ستشهد عاما ناجحا خاصة مع احتفالها بمرور ستين عاما على صناعتها وهو ما حدث قبل عشر سنوات عندما أتمت عامها الخمسين